شركة جنرال الكتريك الأمريكية تنضم لخطة صيانة وتطوير قطاع الكهرباء في البلاد ستراتيجية القيادة العراقية للتعاقد مع الشركات الأجنبية الرصينة تحقق هدفها ثاني في غضون أكثر من شهر هذا التعاقد مع عملاق الطاقة الأمريكي سبقه اتفاق آخر مع الشركة سيمينس الألمانية مدة عمل كلا الشركتين تمتد لخمس سنوات وتشمل تنفيذ عدد من محطات الطاقة فضلا عن إنشاء مراكز تدريبية للعملين في قطاع الكهرباء الاتفاقية حاليا وضعناها بحدود 500 مليار للمرحلة الأولى ستدرج ضمن خطة 23 ورح تكون مراحل تنفيذ مالة تمتد لخمس سنوات الجزء من هذه المشاريع سيكون عمرها سنة والجزء الآخر سنتين إلى ثلاث سنوات إذن أكثر من 500 مليار دينار عراقي لتمويل أعمال جنرال الكتريك والمختصة بزيادة كفاءة عمل وحدات إنتاج الطاقة عملية خلق شراكة مع مثل هذه الشركات العملاقة تعني أن خليطة الطاقة في العراق أصبحت ضمن متطلبات الاقتصاد العالمي وجود طاقة كهربائية في العراق تعني أن العراق يستطيع إنشاء مدن صناعية توفر فرص عمل مستدامة بالتأكيد إيقاف حرق الغاز يعني إصلاح البيئة إنتاج الغاز واستثماره محليا في قطاع الطاقة فضلا عن خفض مستويات حرق الغاز المصاحب ركن أساسي في الاتفاق العراقي مع الجنرال أليكتريك ما يعني إضافة عشرات مليارات الدولارات إلى الخزينة العامة حزم الشرع العراقية الإخبارية بغداد